التغيرات المناخية في أوقات كثيرة أصبح لا يمكن التنبؤ بيها فالسؤال لو دولة أنا مش بتكلم على مصر فقط أنا بتكلم لأن التغيرات المناخية دي أصابت العالم كله لو دولة زرعت محصول معينة على أساس أن احنا في ظل درجة حرارة معينة هل من الممكن أن في وسط الدورة الزراعية الخاصة بهذا المحصول يحصل تغير مناخي يأثر على المحصول؟ أولا حضرك لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا عندي مناخ قوي للمدى فبالتالي أنا لما بزرع في منطقة زي جمهورة مصر العربية فأنا عندي دراسات بتقولي المحاصيل التي تجود هنا والتي لا تجود فبالتالي أي محصول بزرعه بزرعه بناء على دراسات واحتياجات كل محصول لكن حضرك التغير في المناخ من تدعياته اللي هو التقص المتطرف أنا قلت لك ها المحصول هنزرع زيتون مثلا في البيزة أو الوحات أو اسماعيلية لكن جاء حصل تقص متطرف اللي هو التدعيات تغير مناخ مرة واحدة موجة حرارية شازة الحرارة عدد 48% أثناء قدرة التلقاح والإخصاد مثلا جاءت موجة زي على صفة التنين اللي جاءت لنا في 2019 وغرقت كل المزرعات لكن لازم نفرق بين الدراسات المناخية الطويلة إن أنا بدرس عليها وبارسم سياستي الإزراعية عليها غير التقص المتطرف اللي هو مرة واحدة فاكرة كده أبقى قاعد لا بيه ولا علاجة تيجي فيضانات تيجي سيول تيجي موجة ساقع شديدة زي ما حصل الصناعي اللي فابتو اللي قبلها يضرب المحصول ده من ضمن تدعيات التغرف لذلك إحنا بنتكلم القب إن شاء الله السبعة وعشرين عندنا يا رب تبقى قمة التنفيذ إن الدولة الصناعية الكبرى لازم تتوقف أو تحدي من بعثاتها عشان لو إحنا مشينا في هذا الاتجاه وهذا الاضطراب في زيادة المعثات هتبقى فيه خسائر أكتر من كده إحنا إلى الآن قادرين نقاوم ونجابه ونتكيف ونعمل برامج ولسه نقدر نشتغل شوي لكن لو استمرت هذه الدولة على هذا المعدل من الانبعاثات هيبقى فيه حاجات إحنا مدرش نقف قدامها خالص تبقى خارجة عن أراضتنا ويبقى تصارع التغيرات أكبر طبعا ارتفاع مصر وصف البحر فادنات فيه دول فيها جفافة يعني أوروبا فيها جفافة عندها مشكلات ومع إن هي متسببة يجب أن هي تاخد الدرس وتعي وتتوقف عن الانبعاثات طيب سؤال ربما يكون الأخير دكتور شاكر هل الحل دلوقتي في زيادة نسبة الصعب الزراعية مع الوضع في الاعتبار أنها مكلفة كمان حضرت دي من ضمن آليات التكيف أن أنا بزرع تحت الصعب الزراعية نحن نقول أشعة شمس شديدة درجة حرارة مرتفعة عندي مشكلة في حصة المية فبالتالي أنا بعاصم الاستفادة من وحدة المساحة والمياه تحت الصعب بدل النبات احتياجاته من المية هيبقى عندي الناتح من النبات أقل من الحقل المكشوف لأنه متغطي فيه شبك عامل تصديق اللي قلتلي النبات مش عيف قدمها كتير لا الصعب الزراعية طريقة من طرق التكيف مع التغير في المناخ ويجب أن احنا نمشي في هذا الطريق ونتوسع في الزراعات المحمية سواء محاصيل فكهة أو محاصيل خضر يعني الحكاية ما قدت متصلة على محصول الخضر بس أفلفل وطماطم مفاصولية تحت الصعب لا ده نمكن أزرع مانجة وأزرع عينة وأزرع محاصيل أخرى تحت الصعب بحيث أن أنا أجابه وتكيف مع التغير في المناخ وهي أكثر تكلفة طبعا يا دكتور هي التكلفة لكن بالبصلة بالضبط مثالين يعني أنا عاوز أعمل وحدة طاقة شمسية أن نور بها البيت ببصلة النهاردة أن هي غالية جدا لكن على المدى البعيد لا مش غالية مش غالية فالعمالية نبصلها من منظور مختلف يعني احنا بنعمل حاجة اسمها تنمية مستدامة ونرجع بطنو نتكلم يا دكتور أن حتى لو الحل بقى في أصوب الزراعية يبقى أن فيه مشكلة جفاف يعني نتيجة للتغيرات المناخية حضرتك الوقت يقول عندنا مشكلة في المياه ندرة مياه مثلا في بعض المناطق وبالتالي الصوب الزراعية في بعض المناطق أنا بعظم الاستفادة من وحدة المساحة والمياه مساحة صغيرة هدي منها أخذ منها إنتاج عالي وبأقل كمية مياه وأقل كمية أسميدة وتكلفة هاخذ منها اللي أنا عاوزه مثلا لو هذه العصوبة على نصف فدان هاخذ منها ما يعادل اتنين فدان في الأرض المكشوفة نعم دكتور شاكر أبو المعاطي أساذ المناخ بمركز البحوث الزراعية جزيل الشكر لحضرتك دكتور